أهلا بكم في العرض عن العزوم إذا كنت متعجباً في الواقع لقد غطيت العزوم في عروض الميزة الميكانيكية وعزم الدوران ولكنني أدركت أنه عندما غطيتها في الميزة الميكانيكية وعزم الدوران أعتقد أنني عقدت الأشياء ولم أغطي معظم المبادئ الأساسية لمسائل العزوم التي تراها في حصص الفيزياء المعيارية خاصة في حصص الفيزياء التي لا تركز على التفاضل والتكامل أو التي تجعلك مهندس كيميائي في العام القادم إذن لقد فعلنا ذلك مع لقد كتبنا بالأسفل كلمة ميكانيكا أجل إنها الميزة الميكانيكية إذا فعلت هذا لقد غطيت بعض الأشياء في العزوم وعزم الدوران إذن ما المقصود بعزم القوة؟ جيد بشكل أساسي هي نفس عزم الدوران إنه مصطلح ثاني له تورك وبشكل أساسي القوة ضرب مسافة محور الدوران ماذا يعني بذلك؟ دعنا نأخذ مثال بسيط دعني أقول أن هنا نقطة محورية أن هنا نقطة محورية ودعني أقول أن لدي نوع من السيسو هذا هو سيسو الرجوحة دعنا نقول أنني أضفت قوة هنا والقوة التي نهتم بها هي نفس حالة عزم الدوران لأنها بشكل أساسي هي القوة التي نهتم بها وهي القوة العمودية على مسافة محور الدوران إذن في هذه الحالة حيث هنا مسافة محور الدوران لهذا تلك هي المسافة من محور الدوران ونحن مهتمون بالقوة العمودية سواء كانت قوة باتجاه الأعلى أو قوة باتجاه الأسفل إذن دعني أقول أن لدي قوة اتجاهها للأعلى دعنا نسمي ذلك F1 F1 وهذا D1 D1 عزم القوة الناتج من هذه القوة يساوي يساوي F1 ضرب D1 والقوة العمودية ضرب طول ذراع المسافة هذه طول ذراع المسافة وأيضا تسمى ذراع الرافعة ونحن نتكلم عن آلة بسيطة أعتقد أن ذلك المصطلح مفيد عندما فعلت فيديو عن عزم الدوران ولماذا هذا ممتع جيد أولا هذا عزم القوة أو هذا العزم الدوراني إذا لم يكن هناك عزم يوازنه أو عزم يقابله فإنها ستجعل السيسو في هذا المثال يدور مع قارب الساعة صحيح هذا الشيء كله ويوجد النقطة المحورية الذي سيدور حولها والطريقة الوحيدة لعدم دوران هذا أنت تعلم هذا الجانب سيكون للأسفل مثل هذا والطريقة الوحيدة لمنعها من الحدوث هي إذا أثرت بقوة للأعلى هنا دعنا نقول أنني أثرت بقوة للأعلى هنا بشكل مثالي والتي تبقي أسوسه متأرجحة F2 هذه القوة F2 وهذه المسافة D2 بعيدة عن محور الدوران بمقدار D2 لكنها تسير عكس اتجاه الدوران إذن قانون العزم بشكل أساسي يخبرنا وقد تعلمنا ذلك عندما تحدثنا عن العزم الكلي هذه القوة ضرب هذه المسافة تساوي هذه القوة ضرب هذه المسافة F1 ضرب D1 تساوي F2 ضرب D2 وإذا طرحت هذه من كلا الطرفين إذا طرحت هذه من كلا الطرفين سوف نحصل على F2D2 ناقص F1D1 كل هذا سيساوي صفر وهذا في الواقع ما تعلمناه مع عزم الدوران إذا كان لدينا دوران عكس عقارب الساعة فإنه موجب وفي هذا المثال إنه دوران في عكس عقارب الساعة كما رسمتها هنا ويجد لدينا دوران مع عقارب الساعة وهو عزم سالب هذا ما تم الاتفاق عليه وذلك لأن العزم هو متجه ودعنا نرى مسائل العزم هذه إنها في الواقع مباشرة إنها تصبح أسهل بكثير عند حلكة للمسألة ما عدا عندما تحاول مسح هذه الأشياء إذن دعنا نقول أنه دعني أطعم الأرقام حقيقية لهذه القيم سوف نمسح كل هذه نمسح كل شيء دعني أرسم الرافعة مرة أخرى إذن ما تعلمناه عن العزم هو أن الجسم سوف يدور إذا كانت هذه متصلة ومجموع جميع العزم حول النقطة يساوي صفر وبشكل أساسي سوف نضيف نفس المبدأ هنا إذن إذا كان لدي دعني أبدأ بالكتل لأنني أعتقد أن ذلك سوف يساعد في إيجاد العديد من الأشياء من خلال استعمال السيسو كمثال ودعني أقول بأن لدي جسم كتلته 5 كيلوغرام ودعنا نقول أن تسارع الجاذبية يساوي 10 متر لكل ثاني تربيع إذن ما القوة التي للأسفل هنا؟ ما القوة للأسفل؟ إنها سوف تكون الكتلة ضرب التسارع وسوف تكون 50 نيوتن دعنا نرى أن المسافة طول ذراع المسافة أو ذراع الرافعة دعنا نقول أن هذه المسافة لليمين هي 10 أمتار 10 متر ودعني أقول أن لدي كتلة أخرى لنقول أنها 25 كيلوغرام إنها كثيرة جدا دعنا نقول هذه 10 كيلوغرام هذه تساوي 10 كيلوغرام وأريد أن أضع بعض المسافة من محور الدوران أو نقطة الارتكاز إذن إنها بالكامل توازن كتلة الخمسة كيلوغرام إذن كم البعد من محور الدوران حتى نضع هذه العشرة كيلوغرامات هذه المسافة لأننا بالواقع مهتمون بهذه كم القوة التي تؤثر بها كتلة 10 كيلوغرام للأسفل إذن 10 كيلوغرام درب 10 كيلو درب 10 متر لكل ثاني تربيح هذه تساوي 100 نيوتن إذن هذه تؤثر إذن هذه تؤثر عكس عقارب الساعة وهذه تؤثر مع عقارب الساعة صحيح إنها توازن بعضها البعض إذن يمكننا عمل هذا تلك الخمسونة نيوتن العزم في اتجاه عكس عقارب الساعة يساوي 50 نيوتن ضرب 10 متر ويساوي من أجل الشيء هذا يجب أن يساوي العزم في اتجاه عقارب الساعة والعزم في اتجاه عقارب الساعة يساوي 100 نيوتن 100 نيوتن ضرب مسافة ما إذن دعنا نسمي هذه الدي هذه الدي وبعدها نقوم بإيجاد قيمة دي صحيح وسوف نحصل على 500 نيوتن وتساوي 100 دي وبقسمة كل أطرفين على 100 هذا يصبح 5 متر وهذا يساوي دي وهذا ممتع وأعتقد أن هذا النوع يؤكد حدثك عند ألعب بالملعب وتضيف وزنا أثقل إذن يمكن وضع ثقلا أكبر بالكرب من محور الدوران لموازنة الوازن الخفيف هنا وطريقة أخرى لفعل ذلك يمكنك وضع وزن خفيف بعيدا وتحصل على الميزة الميكانيكية بدلالة الجسم الثقيل إذن دعنا نقوم بمسائل أصعب مسألة أصعب سوف نفعلها كل شيء سيكون منطقي إلاك دعنا نقول أنه يوجد لدينا العديد من الكتل في الواقع دعونا نقوم بهذا لأنني لا أريد أن أعقد هذا الأمر هذه نقطة الارتكاز ودعني أقول بأن لدي قوة مقدارها 10 نيوتن هذه القوة مقدارها 10 نيوتن بعكس عقارب الساعة ودعنا نقول هذه صفر وهذه سالب 8 إذن هذه المسافة 8 صحيح ولنقول بأن لدينا قوة أخرى للأسفل مقدارها 5 نيوتن ودعني أقول أن الإحداث السيني يساوي سالب 6 ولنقول أن هناك قوة أخرى للأعلى هنا ومقدارها 50 نيوتن وهذه المسافة تساوي 2 ودعنا نقوم بإيجاد إن هذا الجانب طليق ولنقول أن لدينا قوة أخرى مقدارها 5 نيوتن ولنجعلها 6 نيوتن بضع من 5 هذه المسافة الموجودة هنا 3 أمتار ولنقول أنني أريد أن أجد ماء القوة التي أضيفها هنا للأعلى أو للأسفل في الواقع لابني أفعل هذا إن هذا الشيء كله يدور إذن لتأكد أن هذا الشيء كله يدور بشكل أساسي يجب أن نقول كل العزم التي عكس عقارب الساعة كل العزم التي عكس عقارب الساعة يجب أن توازن كل العزم التي مع عقارب الساعة فلاحظ أنها ليست جميعها في نفس الجانب إذن هذه في اتجاه عقارب الساعة اتجاه عقارب الساعة في ذلك الاتجاه جيد إذن هذه تؤثر مع عقارب الساعة وهذه تؤثر هذه تؤثر بعكس عقارب الساعة جيد عكس عقارب الساعة نحن لا نعرف دعنا نفترض لثانية دعنا نفرض بطريقة ما إذا كانت هذه سالبة لنفرض أن هذه دعني أفرض أن نجمعها مع عقارب الساعة باللون البني ولنفرض أن هذه مع عقارب الساعة ولنفرض هذه هذه المجهولة مع عقارب الساعة إذن العزوم في عكس عقارب الساعة يجب أن توازن جميع عزوم مع عقارب الساعة سوف يوازن العزم في هذا الاتجاه العزم في الاتجاه الآخر إذن هذه مع عقارب الساعة وبتالي 10 نيوتن 10 نيوتن ضرب المسافة من نقطة الارتكاز والتي تساوي 8 لأن الإحداثي السيني هنا إذن 10 ضرب 8 زائد 50 صحيح إذن هذه أيضا مع عقارب الساعة زائد 50 ضرب 6 ضرب 6 هذه كلها عزوم مع عقارب الساعة ذلك سوف يساوي العزوم مع عقارب الساعة ويوجد لدينا 5 نيوتن 5 نيوتن في الواقع هذه 6 وليس 5 لا هذه 6 يجب أن أضع رقم ما هنا كم تبعد هذه المسافة؟ دعني أقول هذه 2 إذن 50 ضرب 2 إنها سالب 2 وستبدو مثل ذلك أعتذر عن إيرباكك وما هو العزم في عكس عقارب الساعة إذن هذه 10 ضرب المسافة 8 و50 نيوتن ضرب المسافة 2 لا يجب أن ترتبك بالسالب هي فقط تمثل إحداثي سيني من صفر إلى سالب 8 هذه الوحدة بعيدة وهذه 50 طول إذراعها وحدتين هذه سوف تساوي العزم في إتجاه عقارب الساعة إذن العزم في عكس عقارب الساعة تساوي 5 ضرب 6 المسافة هي هذه 6 إذن تكون بعكس عقارب الساعة زائد 6 نيوتن ضرب 3 6 ضرب 3 زائد نفترض أننا لا نعرف هذه بالتأكيد هذه القوة المجهولة دعنا نضيف القوة يجب أن أخبرك لنقول أننا أضفنا قوة على بعد 10 أمتار من نقطة الارتكاز إذن الآن سوف نحل للكوة يوجد لدينا 80 زائد 100 80 زائد 100 يساوي 30 زائد 18 زائد 10F وسوف نحصل على 180 تساوي 48 زائد 10F إذن ننقل هذه إلى الجهة اليسرى إذن هذه تساوي 132 تساوي 10F وسوف نحصل على 13 بتقسيم على 10 كلا الطرفين على 10 سوف نحصل على 13.1 نيوتن إذن أعتقد بشكل صحيح هذه سوف تكون أعتذر هذه سوف تكون أحافظ على الخلط أريد أن أحافظ على الخلط في جميع الاتجاهات هذه سوف تكون مع قارب الساعة وهذه جميعها أعتذر هذه سوف تكون عكس عقارب الساعة هذه عكس عقارب الساعة دعني أصنف ذلك جيدا هذه مع قارب الساعة هذه مع قارب الساعة كلوك وايز وهذه وهذه ما التي تكون عكس عقارب الساعة إذن هذه ستكون عكس عقارب الساعة يجب أن نضيف قوة مقدارها 13.2 نيوتن وتبعد 10 أمتار والتي تعطي عزم مقداره 132 نيوتن في متر في اتجاه عكس عقارب الساعة والتي بشكل مثالي توازن العزم الأخرى والرافعة لن تتحرك على أي حال ربما أربكتك في الاتجاهات مع قارب الساعة وعكس عقارب الساعة ولكن احفظ في ذاكرتك أن العزم في اتجاه دوران واحد يجب أن توازن العزم في اتجاه دوران آخر والعزم دائما هي قوة ضرب المسافة مع نقطة الارتكاز إذن القوة ضرب المسافة من نقطة الارتكاز سوف أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر